لازم نقول لفريق قولة اليد اتدعم بالقولة لاند جرين الراجل اللي لعب تلات مباريات اول مباراة فزعة طيران خسر تاني مباراة بالهليوبلس وهتكلم على مباراة النادي هليوبلس مخصوص النهاردة هتكلم عليها لان انا حضرت المباراة دي جوه ارض الملعب الستين دي اعيده بتفرج على المباراة عشان في حاجات كتيرة حاصلت داخل المباراة دي كويس وتلات مباراة الاهل يكسبها مع احدها الاهرام وبكرة ان شاء الله هلاعب نادي الحوار في الجولة الرابعة نادي الحوار خسر اول تلات ماتشاط خسر من نادي الجزيرة وخسر من اصحاب الجياد وخسر من سبورتي نباراة هتكام على استاد المنصورة الساعة اربعة باذن الله بكرة خلينا نرجع على مباراة هليوبلس مباراة هليوبلس في عندنا سبع تمن لعبين يعني ما كانوش موجودين اصابات هنبدأ باسلام حسن وعندنا بعديها عمر حجيك سافر سافر الاعارة البرة وكمان عندنا كان محمد جمال وعبد الرحمن فايز والناس وعبد الرحمن فصل اصاب جواه المباراة والهلومة جرى وعصامة طيار مصاب عندنا طاقم مصاب انا مش بحل الخسارة والله انا ما بحل الخسارة لكن يازم نعرف الوضع كان شكله ازاي ان فيه لعيبة نقصة في النادر الاهلي فاللعيبة اللي بقية دي مكملين لدرجة النادر الاهلي وهو بيلعب المباراة بيحط 14 لعيب داخل السكور يعني احنا لدينا 16 نحط 14 لعيب داخل السكور المباراة النادي الاهلي بدأها كويس جدا 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 قدر يمشي فيها في المباراة لكن بصراحة شديدة حكماء المباراة مش بعلق شمع خالص انا بتكلم على حوار دار جوه صالة نادي هليوبلس مع كبات ونجوم مصر اللي هم لعبوا اللعبة دي بتكلم على حكمين المباراة بص مش هقول سيئين لكن الحكمين فعلا عندهم غلطات داخل المباراة كتيرة جدا كتيرة جدا مش اقوله على هليوبلسو اهل بس الاهلي جي كتير لدرجة ان لعيب الدولي براهيم المصري بعد 12 دقيقة بياخد كارت احمر ليه يعني المشكلة هنا فين لعيب دولي لعب كام مباراة كبيرة جدا والحكم بيدي له بعد 12 دقيقة كارت احمر مش عايز اقول حكم قاصل عشان ما حادش يقولك قاصل هو بيهاجم الحكام مش بنهاجم الحكام لكن بس انا عايز الاتحاد المصري يتفرج على المباراة دي اتحاد المصري غير لجنة الحكام خرج كابتن تامير فكري وخرج كابتن محمد شعبان واتولها المحاضر الدولي وكابتننا الكبير كابتن عفة رشاد اللي كان موجود جوه المباراة شاف بيعنيه الموضوع شكله ازاي الحكم كتير جي عن ندر اهلي كتير زيادة عن لزوم في كازا كورة الناس هتقولك ما هو اخر كورة كان فيه كان ممكن كستل يجيب الكورة جون ونتعادل مظبوط؟ لا مش هي وده مش هو ده ندر اهلي طلع ستة جوانا شوط لأولاني من دقيقة من دقيقة شوط التاني من اول دقيقة للدقيقة عشرين الحكم جايب على طول فوالات عكسية بيحسب خمس ستة فوالات عكسية مش مفهومش فوال عكسي على لعب الدايرة بتاعنا يعني مش ممكن يكون لعب الدايرة احمد عادل ست فوالات عكسية كتير والحكم في الاخر قال اللعيبة انا بقولها كلام واضح هاو ده برضو لاتحاد البصر حكم قال اللعيبة ايه قال لهم معلش النهاردة عدوها ازاي يعقل ما يعقلش بصراحة تاني بقول الاتحاد البصر لكرة الادر نتمنى انا عارف ان مجواك وكان في لجنة فنية عشان تسقف المدربين الحكام وكمان لجنة بتعين الحكام النهاردة المحاضر الدوري كابتل عائد فرشاد بواجه له كلام مباشرة لان كلنا عارفين قدره في كرة الادر مصرية لازم نرجع عمرنا في الاخر ده دوري بيتلعب وورا نقاس وورا جمهير وورا مجالس ادارة لازم يكون في شدة شوية لازم يكون في قرارات مش تاني يوم الاقي كابتن اللي هو اعتقد اه كابتن محمود البلتاجي تاني يوم اقعد على ترابيزة بتاعت الحكام في الناد الاهلي في مطشي حلال الاهرام انا شايف ان ده ما ينفعش حتى يبقى القرار مش هقول لعايزين نعرف قرارات الحكام لكن نتمنى ان فعلا تاني مرة اتحاد الناد يراجع امور الحكام بتاعته انا عارف ان فيها كلام كتير جوه لاجلة الحكام في الاتحاد المصري لكن علشان بعد كده في الاخر ما يقولش قص الجميل بتهاجم ما الجميل بتهاجم باي اساس بتهاجم لانه بتفرج اللي مطشي ده كان مزاع اللي احنا برضو هنتكلم عليه كان مزاع على انترنت طب احنا ما زياش مطشيطنا ليه ازا كنت حاجة بتقول طلعت وعملت قرار وقلت حاجة سواءت المباراتك تمام طب الجميل تتفرج ازاي ازا كنت حاجة بتقول مفيش جماهير غير اللي يحضر اللي يحضر لداخل المبارات اعضاء او اعضاء النادي او اللي هم المعاكر نيلي اتحاد طب الجميل هتتبع ازاي طلعت على الصفحة بتاعة نادي هليوبلس والناس كلها اتفرجت فالموضوع معلن نتمنى من نكمل انتوا تفعلوا موضوع ازاعة المبارات لان الجماهير نفسها تشوف فرقها حقها يا اما ندخل جماهير ونبدأ لكل اتحادات اتحاد الكورة القدم بدأ من قبل كده وبدأ يدخل النهاردة في مصر الاهلي والزمانك في السوبر بدخل خمس تلاف خمس تلاف نتمنى بالتحاد اليد والتحاد الطيرة والتحاد البسك يمشي على نفس المنج بمعنى ان هو يدخل مية يدخل خمسين ويبتدي يزود لان الجماهير هي روح الرياضة لازم نشوف الموضوع بشكل مختلف ما شفتش اتحاد في اتحاد اليد او الطيرة او البسكت التلاتة ما شفتش طلع قال دخلوا خمسين واحد من الجمهور القانين ليه اللي ما يلتزمش نادي ما يلتزمش يتحمل دي حاجة بسيطة جدا ونتمنى يعملوا بطاقة إلكترونية ويعملوا سيستم يعملوا اللي هم عايزينه بس في الآخر لازم جماهير الان ده تخش جوه الصلاة مرة تانية علشان هي حياة الرياضي اذا كنا احنا زبان وحضراتكم وكلكم بتلعبوا في كل الاتحادات الاساتزة الافاضل او الكبات الافاضل للمسكين الاتحادات ما كانش جماهير كتيرة بالشكل ده النهاردة جميل متابعة والسوشال ميديا متابعة فلو كنت حالك كمان مش هتدخل جماهير يبقى تزيع ماتشاط اللي بكي يبقى اتحاد التلاتة بصفة عامة يبقى احنا كمان بتقول ما فيش جماهير وكمان ما تزيعش ماتشاط طب هو عايز يتفرج ازاي عايزه عايزه يتابع ازاي لعبته فلو سمحتم لازم نراجع الامور دي مرة تانية وثالتة ورابعة في التلاتة اتحادات الجماعية لان هم اهم تلاتة العاب بالنسبة للجماهير اتمنى تكون الرسالة وصلت واتمنى ان في المرحلة الجاية يكون فيه تعادلات كتيرة في الحكام لان الحكم هو اساس المباراة لان الحكم بيحكم هنا في مصر اللعيب المصري بيتعاود عليه هيطلع بطولة عالم لبرة اعتقد ان التحكيم ده هو اللي هتعود عليه هيلاقي تحكيم مختلف فالدنيا هتبقى مختلفة نتمنى ان التحكيم المصري في التلاتة العاب جماعية يكون تحكيم نقدر نرعيف الاتحادات ويقدر الاتحادات المصريية التلاتة يقدر يطلع حكام يعني نقول حكام لعالميين وقريين وقصة دي كلها علشان نقدر نكون فيه تحكيم عادل داخل المباراة الحكم بيغلط اه لكن لازم يكون فيه حساب للحكام